السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأستاذ ياسين مسعودي في درس جديد بعنوان رهانات تكتلات الإقليمية التكتل الإقليمي كخيار تنموي نموذجا للمغرب العربي ومجلس التعاون الخليجي إذن كتقديم لهذه الوحدة يتجل التكتل الإقليمي العربي في العالم العربي في كل من اتحاد المغرب العربي ومجلس التعاون الخليجي فما هي دوافع ومقومات التكتل الإقليمي العربي وما هو واقع التكتل الإقليمي لاتحاد المغرب العربي وإلى أي حد يعتبر مجلس التعاون الخليجي نموذجا للتكتل الإقليمي العربي إذن في المقطع الأول سنتطرق إلى دوافع ومقومات التكتل الإقليمي العربي بصفة عامة إذن قبل أن ننطلق هنا نتحدث عن الدوافع التي تجعل من كل التكتلات الإقليمية في العالم إذن تيسر لها عملية الاتحاد مثلا عندما نتحدث عن دول الاتحاد الأوروبي أو عن دول شمال أمريكا فهنا نتحدث عن وجود روابط مشتركة إذن هذه الروابط المشتركة هي التي تمتن العلاقات بين الدول لتأسيس التكتل معين إذن من خلال النشاط الأول في هذه الوحدة سنتطرق للدوافع التي تربط التكتل الإقليمي العربي إذن يرتبط التكتل الإقليمي بدوافع متعددة منها فشل كل دولة في تحقيق التنمية المجتمعية على حدة يعني لوحدها وبالتالي البحث عن صيغة وسيطة للتعاون والتنصيق والتكامل التحديات المحلية والإقليمية القارية والدولية كتحديات العلماء التي تواجه الدول العربية إذن يستعصي عليها أن تواجهها لوحدها بالتالي فهذا يتطلب تكتل معين بروز ظاهرة تكتلات الدولية الكبرى وتحدثنا هنا عن مثال انتحاد أوروبي أو دول جنوب شرق آسيا ثم التجاور الجغرافي وتداخل مصالح الاقتصادية وتشابه الأنظمة السياسية بالنسبة للنشاط الثاني مقومات تكتل الإقليمي العربي حيث تصنف هذه المقومات إلى ثلاثة مجموعات المجموعة الأولى أو المقوم الأول هو الجانب أو الأنصر البشري فتتمثل في ضخامة عدد السكان وارتفاع نسبة الساكن النشيطة مع تباين في توزيع اليد العاملة حيث أن دول الخليج وليبيا تستورد اليد العاملة في المقابل تعمل باقي الدول العربية على تصديرها المقوم الثاني هو العامل أو الموارد الطبيعية فنجد بأن دول الخليج العربي وليبيا والجزائر يتوفرون على رصيد مهم من البترول والغاز الطبيعي ويمتلك المغرب أكبر احتياطي للفصفات في العالم كما تعد موريطانيا من أهم الدول المنتجة والمصدرة للحديد في العالم وتتوفر بعض الدول العربية على مؤهلات فلاحية فلاحية لا بأس بها ولا يستهانوا بها مثل المغرب مصر تونس وكذلك العراق المقوم الثالث والأخير هو المقومات المالية حيث تحقق الدول العربية المصدرة للمحروقات الغاز الطبيعي والبترول بين قوسين يعني نتحدث هنا عن الغاز الطبيعي والبترول موارد مالية ضخمة يمكن استثمارها في باقي البلدان العربية بدل استثمارها خارج الوطن العربي إذن في المقطع الثاني سنتطرق لاتحاد المغرب العربي إذن سنرى فيه ما يسمى بتأسيس وكذلك الحصيلة إذن في النشاط الأول تأسيس اتحاد المغرب العربي بالتلفة نلاحظه من خلال هذه الخارطة بأن دول المغرب العربي هي خمسة الدول وهي المغرب موريطانيا الجزائر تونس وليبيل إذن هذا الاتحاد تأسس سنة 1989 ويتكون من الدول السالفة الذكر وقد اقترنا تأسيس اتحاد المغرب العربي بتلاتة عوامل وهي العامل التاريخي إذن بالتالي هنا نجد أن دول المغرب العربي إذن كلها تعرضت لظاهرة الإمبريالية وكانت لديها إذن هم مشتركة في الاستقلال وكذلك في المقاومة إلى غير ذلك إذن عامل تاريخي التضامن في مواجهة الاستعمار عامل تقافي حضاري ديني ويترخص في العقيدة الإسلامية التي تعتبر ديانة الأكثر انتشارا في هذه المناطق أو في منطقة المغرب العربي والتفاعل الحضاري بين العرب والأمازيغ الذين يتوجدون في شمال إفريقيا عامل اقتصادي التوفر على طروات طبيعية فالجزائر وليبيا تمتلكان طروة مهمة من البترول والغاز الطبيعي في المقابل يتوفر المغرب أو يتوفر كل من المغرب وتونس على الفصفات وعلى مؤهلات فلاحية وسياحية بينما تتفوق مريطانيا وكذلك تتميز في مجال إنتاج الحديد وكذلك الصيد البحري إذن كذلك نظل في النشاط الأول وقد شكل اجتماع زعم الحركة الوطنية المغاربية بطنجة سنة 1958 خطوة تمهيدية لتأسيس اتحاد بالمغرب العربي الذي انشأ رسميا في سابع عشر من فبراير سنة 1989 والذي استهدف تمتين الأخوة بين الشعوب المغاربية أو بين شعوب المغرب العربي وتحقيق التقدم والرفاهية والمساهمة في ضمان السلم ونهج سياسة مشتركة بين دول المغرب العربي في مختلف الميادي والعمل على حرية تنقل الأفراد والبضائع ورؤوس الأموال وكذلك الخدمة واعتمد اتحاد المغرب العربي على عدة أجهزة من أبرزها إذن هذه هي أجهزة التي يسير من خلالها الاتحاد هناك مجلس الرئاسة الذي يتخذ القرارات بالإجماع ويتكون من رؤساء الدول الخامس الأفراد العامة وتدير الشؤول العامة للإتحاد مجلس وزراء الخارجية والذي يتولى تهيئ الضورات لمجلس الرئاسة ثم مجلس الشورى الذي يبدي الرأي في مشاريع قرارات مجلس الرئاسة نمر الآن للنشاط الثاني وهي حصلة المغرب العربي أو تقييم للمغرب العربي إذن العنوان يظل استحادة المغرب العربي دون تطلعات الشروف إذن هذه هي الحقيقة فالمبادلات التجارية بين دول المغرب العربي الخامس تمثل أو تشكل نسبة ضعيفة جدا إذن حواري ثلاثة بالمئة من مجموعة مبادلات خارجية في المغرب العربي وبالتالي فالنسبة المتبقية فهي إذن مبادلات مع دول خارج المغرب العربي كما أن حركة الاستثمارات هي أخرى ضعيفة في المقابل تزدهر المبادلات غير منظمة أو المبادلات غير منظمة بين البلدان المغربية في المناطق الحدودية مثل التجارات التاريخ ومن بين العوامل التي تحول دون تحقيق اتحاد فعلي لبلدان المغرب العربي نذكر ضعف المصالح الاقتصادية الآنية المشتركة تطورات الإقليمية وفي طالعتها النزاع المغربي الجزائري حول قضية الصحراء وإغلاق الحدود بين الجزائر والمغرب بالإضافة إلى الوضع السياسي في الجزائر الآن نمر إلى المقطع الثاني إذا المقطع الأول كما رأيتم خصصناه للمغرب العربي المقطع الثاني نفس الشكل سنخصصه لمجلس التعاول الخليجي سنرى في شقه الأول تأسيس ونمر في الشق الثاني إلى الحصيلة إذن الخريطة أمامكم هي خريطة دول المجلس أو دول التي تشكل مجلس التعاون الخليجي وهي ستة دول الكويت البحرين قطر الإمارات السعودية وعمان إذن النشرة الأول تأسيس مجلس التعاون الخليجي هي تتأسس سنة 1981 ويتألف هذا المجلس من ستة دول التي قمنا بذكرها وتتلخص دوافع تأسيس مجلس التعاون الخليجي في النقاط الآتية إذن هذه دوافع عمق الرابط التاريخية والدينية والاجتماعية والثقافية بين سكان المنطقة ثم الرقعة الجغرافية إذن المنبسطة ذات البيئة الصحرية إذن دول مجلس التعاون الخليجي كلها إذن في نفس الرقعة الجغرافية ثم تطلعت أبناء المنطقة من أجل الوحدة أو من أجل بناء وحدة إقليمية مشترعة ثم مواجهة دول المنطقة لتحديات الأمن والتنمية التي تهددها مجتمعاتها إذن أهداف مجلس التعاون الخليجي حيث يهدف مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق الأهداف الثالية تحقيق التنصيق والتكامل بين الدول الأعضاء وتعزيز الروابط بين شعوبها وضع أنظمة متشابهة في مختلف الميادين ثم دفع عجلة التقدم العلمي والتقني وإنشاء مراكز البحوث العلمية إقامة مشاريع المشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاصة إذن هذه أهداف مشتركة إذن ولتحقيق هذه الأهداف يعتمد مجلس التعاون الخليجي على عدة أجهزة إذن من أبرزها المجلس الأعلى والذي يتخذ القرارات بإجماع الأمانة العامة والتي تدير الشؤون العامة والخاصة بهذا الاتحاد ثم المجلس الوزاري الذي يقترح التوصيات الهادفة لتطبير وتنصيق التعاون بين الدول الأعضاء ويتولى كذلك إعداد دورات المجلس الأعلى ثم لدينا الهيئة الاستشارية والتي تدرس القضايا التي تحار عليها من طرف المجلس الآن إذن في هذا النشاط الثاني سوف نتطرق لحصيلة مجلس التعاون الخليجي نشكل المبادلات البينية نسبة ضعيفة إذن حوالي 7% نفس الشكل بالنسبة للمغرب العربي إذن لدينا في المغرب العربي 3% بينما في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 7% من مجموع المبادلات الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي وينطبق نفس الشيء على الاستثمارات المتبادلة ويرتبط فشل مجلس التعاون الخليجي في تحقيق أهدافه بالتفاوت بين الدول الأضاء من حيث الدخل الفرضي ومخزون المحروقات ووتيرة نمو القطاع الغير النفطي أو غير النفطي لتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي تتخذ بعض إجراءة منها خلق فرص العمل للقوى العاملة المحلية الحد من تدبده بأسعار البترول لما نقول تدبده بأسعار البترول فهنا نتحدث عن عدم وجود ثمن محدد للبترول تشجيع نمو القطاع غير النفطي وهنا نجد بأنه في دول الخليج حاليا إذن هناك عدة دول أصبحت تستثمر أو دابت للاستثمار في قطاعات أخرى غير نفطية بتاليفة الدولوس الأخرى التي رأينا نجد بأن الطروة النفطية إذن هي كذلك مقدرة بتاليفة يجب الاستثمار في قطاعات أخرى حتى لا تقف عجلة الاقتصال ثم تحقيق العدالة الإجتماعية إذن كخلاصة لهذه الوحدة يظل التكتل الإقليمي العربي كما رأينا دون مستوى طموحات شعوب العربية إذن هنا تحدثنا عن ما يسمى بمجلس التعاون الخارجي وتحدثنا عن قيمة المبادلات التجارية البينية كذلك تحدثنا عن المغرب العربي وقيمة المبادلات التجارية البينية إذن وصفناها بالضعيفة وبالتالي فهناك إذن شعوب هذه المنطقة أو شعوب المنطقة تطمحوا إلى تأسيسي إذن تكتلت إقليمية ترتقي إلى إلى مساوة طلوعات الشعوب إذن أتمنى أن تكون الحصة إذن قد أفادتكم إذن نضرب لكم موعدا في حصة أخرى إن شاء الله وشكرا لكم